يا سماء صبي لبن لا مقصدش الأغنية هي قصة القصة تقول إنه حصلت مجاعة شديدة في عدن فراحت الناس للعيدروس عشان تطلب منه إنه يتضرع لله وينقذهم من القحط اللي حاصل لهم وفعلاً التفت العيدروس للسماء وقال يا سماء صبي لبن ومشتواني إن لو السماء امتلت بالغيوم الكثيفة وأمطرت لبن وشربوا الناس وراح منهم القحط هذه مش قصة من نسق الخيال لا هذه كرامة من كرامة العيدروس فشيل الله يا عيدروس هو أبو بكر بن عبد الله العيدروس باعلوي من مدينة تريم حضرموت ولد في 851 للهجرة وعاش أيام الملك عامر بن عبد الوهاب رابع ملوك بني طاهر والعيدروس هو مش اسم ولكنية إنما هو لقب وأصل الكلمة هي العندروس وتعني الأسد ولكن بعدين تحورت الكلمة فصارت العيدروس ولو لقب ثاني كمان باسم أبو بكر العدني هذا لأنه استوطن مدينة عدن وعاش فيها 28 سنة وبنى مسجد المشهور مسجد العيدروس وهو عالم دين وفقي صوفي وشاعر عامي ولو العديد من المؤلفات اللي تدل على سعة علمه وثقافته وحظى بالكثير من الاحترام بين طبقات المجتمع وخصوصا في مدينة عدن وهذا بسبب إسهاماته داخل المدينة وكان دائما يحث أصحاب القرار وأصحاب المال من أجل حفر الآبار وبناء السدود وإصلاح الطرقات ويعود له الفضل في إعادة ترميم مساجد ترين وكان كمان يخصص صدقات سنوية لطلبة العلم ولكساء الفقراء والمحتاجين توفي العيدروس في ليلة الرابع عشر من شهر شوال عام 914 للهجرة ودفن في مدينة عدن في مسجده العيدروس وفي الأخير يا حبايب كل الأشخاص اللي نسبت لهم المعجزات والأمور الخارقة هم في الأساس أشخاص لامسوا القلوب بعطائهم وسخائهم فمحبة الناس هي المعجزة بحد ذاتها سلام يا حب